موسيقى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها مشجع فريق مهزوم يقتلعون المرمى ويحملونه معهم المراقب الهولندي وخاطب اليمنيين لا يمكننا حل مشكلتكم بدلا عنكم افعلوا ذلك بأنفسكم غلاء ايجارات المنازل في مأرب يصل الى الصحافة العربية موسيقى اهلا بكم في مدرسة العلم والايمان بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء خمسون طالبا تغيبوا عن دراستهم نهائيا بعد ان غابوا عن الحياة كلها فقد اخذتهم ميليشيا الحوثي في دورة تثقيفية ومنها الى المعركة وقد قتلوا جميعا وفقا لموقع المصدر اونلاين مقتلوا خمسين طالبا من مدرسة واحدة شرق صنعاء زج بهم الحوثيون في المعرك وقال الموقع ان مصدرا حقوقيا نشر قائمة باسماء عدد من قتل الجماعة من احدى طلاب احدى المدارس الثانوية في مديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء وتضمنت القائمة اثماء خمسين طالبا من مختلف المراحل الدراسية في المدرسة الواقعة في قرية مقريش بعزلة رجام واوضح مصدر محلي للمصدر اونلاين انه الى جانب سقوط هذا العدد من طلاب المدرسة هناك الضعاف هذا الرقم ممن قتلوا من ابناء القرية في صفوف الحوثيين تفاجأ موظفون تابعون لبرنامج الغذاء العالمي حين اتصلوا بعدد من العاملين في مؤسسات الدولة بصنعاء وعرفوا منهم انهم لا يحصلون على السلة الغذائية التي ترسل اليهم شهرية منذ سنوات ويعنون موقع الصحوانت الحوثيون يحتالون على منظمة الغذاء بصنعاء ويستلمون مساعدات باسم موظفي الدولة وكشفت مصادر اعلامية عن قيام الميليشيات الحوثية بنهب المساعدات الانسانية والاغاثية المخصصة للزملاء الصحفيين والاعلاميين في مؤسسة الثورة للصحفة والنشر ومؤسسات حكومية اخرى في العاصمة صنعاء وذكرت المصادر للصحوانت ان عددا من الصحفيين في مؤسسة الثورة تلقوا خلال الايام الماضية اتصالات من منظمة الغذاء العالمي للتأكد من استلامهم السلال الغذائية واضحت المصادر ان الزملاء حين راجعوا مكتب المنظمة بصنعاء تفاجأوا بوجود كشوفات استلام حصص شهرية من السلال الغذائية باسمائهم وارقام هواتفهم وبطائقهم الشخصية وامام كل اسم بصمع على اساس ان صاحب الاسم استلم وبصنع على استلام السلال الغذائية وبحسب المصادر فان الجهات وشخصيات مجهولة ونافذة يعتقد انها من الميليشيات الحوثية عمدت الى انتحال صفة الموظفين ونهب وسرقة سلالهم الغذائية السلم شكلا من اشكال الحرب تحت هذا الانوان تكتب اللبنانية دلال البزر عن الوضع في موطنها لكن لاننا في بلداننا عربية نعاني من ميليشيا واحدة النبا فان مقالها بدى كما لو كان عن اليمن وتقول الكاتبة في جزء من المقال في الحرب نتجمد في امكنتنا تسيطر على حياتنا نيران الميليشيات المختلفة عدوة كانت ام صديقة غريزة البقاء محركنا لا مجال نجتمع فيه متكومين على انفسنا ذعرا او ترقبا او انتظارا المزيد من الانتظار القوة السافرة المباشرة على الارض تتصدى لمعيشتنا لتنقلاتنا لاصلاح خلل ضرب في مياهنا او كهربائنا او قصاطيلنا ومن يتسنى له الهروب من بيننا يهاجر برفقة الحسرة اوصالنا قطعت بسكين اكثر نعومة سكين الجهل والتجاهل والكراهية والعيون الضيقة بين طوائفنا ومذاهبنا وفي قلب تلك الطوائف والمذاهب سكين اخرى قضت على وشائجنا منعتنا من التجول كما في الحرب حماية لانفسنا من عثاريت الاسفلت وفوضاهم الجهنمية والطرقات نفسها تحتضن عمرانا من خرائب ضيقة ومهلهلة مثقوبة مطلية غير مطلية متراسة مرتمية بعضها على بعض الميشيات لبست رداء الحكومة وباتت حاكمة والهجرة في عز ايامها وفي عز عصيانها والفرق بين الموت في الحرب والموت في السلم تهرب من الاول وتتمنى الثاني ففي السلم ايضا لا نستطيع ان نفكر ان نبادر ان نلقي شيئا عن كواهلنا المثقلة على اترابنا ومنهم هؤلاء الاتراب على كل حال معزولون ايضا متقطعو والوشائجي عاجزون وكلما حاولنا لبست الميشيات اطقما مدنية لتخوض تكتيك اجهاضنا بقوة خفية وعلنية مسلحة وغير مسلحة وكلها تنال من رزقنا يومياتنا جيوبنا وخوات زمن الميليشيات المسلحة وسارقاتهم المشهودة تبدو لعبة عيال امام سطو ذريتهم على مرافق الدولة الحلوب الغنية والسطو هو الكلمة العلمية الدقيقة لوصف المحاصصة الاكثر اناقة لا فرق تقريبا بين الحرب والسلم الذي ننعم به الان غير شكليات من نوعي ان القصف العشوائي توقف وان الشلال انتقل من الركبته الى العقل اذا لم تعجبك نتائج المباراة واداء الفريق الذي تشجعه فلا داعي لانتظار المباراة القادمة لتعديل النتائج يمكنك اقتلاع المرمى كما فعل مشجع فريق في يافا وعنوان موقع عدن الغد مباراة بيافا تنتهي باقتلاع الجمهور للمرمى وحمله معهم وقال الموقع انتهت مباراة لكرة القدم وقيمت بمنطقة سرار يافا بابين باقتلاع الجمهور للمرمى واخذه معهم للتعبير عن صخطهم وطبقا للموقع بدأت المباراة بين فريقين محليين في كرة القدم قبل ان تشهد احتجاجات غاضبة لانصار احد الفريقين انتهت بنزول انصاره وقيامهم باقتلاع مرمى الملعب يتابع عدن الغد الدوري الرياضي اطلق عليه دوري امشعت وشاركت فيه عدد من الفرق المحلية بالمنطقة والى موقع الحرف 28 والذي تابع قصة امرأة يمنية تحمل الجنسية البريطانية وانتشرت قضيتها في الصحافة البريطانية مؤخرا بعد ان طالبت والدتها البريطانية بنقلها الى لندن وعنوان الموقع امرأة بريطانية تهرب الى مصر بمساعدة والدتها بعد 32 عاما من العيش في اليمن ويرد الموقع تقريرا نشرت صحيفة الجارديان بريطانية جاء فيه ان صفية صالح اختطفها والدها اليمني قبل 32 عاما حين كان عمرها 18 شهرا وذهب بها الى اليمن عام 1986 الى جوار اختيها الاكبر منها وقد تزوجت الفتاة في اليمن وكونت اسرى الا ان والدتها البريطانية بذلت جهودا نجحت في اعادتها مرة اخرى الى بريطانيا عن طريق مصر كانت صفية وهي متزوجة الان ولديها اربع اطفال تعيش في فقر مع اسرتها في مدينة الحديدة اليمنية ونظمت لاجلها حملة مساندة في بريطانيا واعلن نيل ماك ايفوي عضو الجمعية الوطنية في ويلز الذي كان داعما للحملة ان ابنة دائرته الانتخابية واسرتها اصبحوا جميعا في مصر واضاف المرأة واسرتها هبطوا بسلام في القاهرة واصبحوا بعيدا عن اليمن انها حقا اخبار سارة في ليلة عيد البلاد وهدية عظيمة وعما تريده ميليشيا الحوثي من مواقفها الاخيرة ومحاولاتها سحب الشرعية الى مربعة صغيرة تقلل من مساحة القضية الكبيرة كتب سيف الحاضر مقاله في موقع مأري بريس مضيفا لا يمكن باي حال من الاحوال ان ينعم اليمن بالسلام دون ان يتحقق هدف تفكيك هذه الحركة الانقلابية المسلحة الارهابية ولا يمكن ان تنعم الدول الجوار بالامن والاستقرار اذا استمرت هذه الحركة محتفظة بهيكلها العسكري والفكري العقدية الطائفي دون تفكيك ايمان هذه الحركة المسلحة عقائديا ان وجودها يعني فناء الاخرين المختلفين معها اذا فنقطة وجوهر الخلاف مع هذه الحركة الطائفية المسلحة يكمن في عقيدة تركيبتها التي تؤمن ان زوال الآخر هو ركيزة وجودها هذا الاعتقاد والمعتقد المتأصل في ذهنية هذه الحركة الطائفية المسلحة يجعل الحديث عن اي حوار معها مسألة عبثية لا يمكن ان يعول عليها مطلقا ما لم يتم تقليم اظافر هذه الحركة من جناحها المسلحة من خلال عملية تفكيك دقيقة يجب ان تكون هي جوهر الحوار ومن خلال هذا المرتكز الذي بنيت عليه هذه الحركة فان جهود المبعوث الاممي جريفث لا يمكن ان تكون في المسار تحقيق قرارات مجلس الامن واولها القرار رقم 22-16 بل اكاد اجزم ان مسار جهود المبعوث الاممي تهدف الى التعميق الوجودي لهذه الحركة الفاشية ويمثل مسار جهود المبعوث الاممي انحرافا خطيرا عن اهداف قرارات مجلس الامن وبياناته ومواقف دول اعضاء مجلس الامن المعلنة فالمبعوث الدولي اليوم بخططه المعلنة ومن خلال تصريحاته اصبح مشكلة وكارثة على مستقبل السلام في اليمن ومستقبل منطقة الجزيرة العربية والخليج خصوصا غير ان الصمت للحكومة الشرعية وكذلك صمت دول التحالف العربي تجاه هذا الانحراف الذي يهدد الامن القومي لدول المنطقة وفي مقدمتها السعودية لا يمكن القبول به وتبريره باعتباره مسألة وجودية لليمن وحكومته الشرعية ووجودية لمستقبل استقرار دول المنطقة بدأ في مدينة الحديدة اول اجتماع للجنة التي تضم طرفين نزاع اليمني والامم المتحدة مكلفة بمراقبة وقف اطلاق النار رغم ان القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين يتبادلون الاتهامات بخرق الهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ وخلال الاجتماع وفقا لموقع الماني اصوات المدافع تسمع في اولى جلسات لجنة الهدنة قال موقع دويتشافيلي نقلا عن مسؤول مقرب من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ان ممثل السلطة اجتازوا خطوط التماس في الحديدة بشكل امن ووصلوا الى فندق يونيون حيث يقع مقر اللجنة في شرق المدينة وذكر مسؤول في الحكومة اليمنية ان ممثلي السلطة تنقلوا على متن سيارات تابعة للامم المتحدة للدخول الى المدينة المطلة عن البحر الاحمر واللجنة المكلفة بمراقبة وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة والذي تم التوصل اليه في محادثات السويد هذا الشهر تطبيق بندين اخرين في الاتفاق ينصاني على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة ثم انسحاب الاطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة وقبيل الاجتماع الاول للجنة اندلعت اشتباكات جديدة في مدينة الحديدة بين القوات الموارية للحكومة والمتمردين الحوثيين وترددت في القسم الشرقي من المدينة المطلة على البحر الاحمر اصوات الطلقات المدفعية واشتباكات بالاسلحة الرشاشة وحول الاجتماع الأول للأطراف المتحاربات احترعاية الأمم المتحدة في اليمن قالت صحيفة لوبوا الفرنسية إن كبير مراقبي الأمم المتحدة في اليمن باتريك كاميرت جمع ممثل الحكومة والمتمردين وجها لوجه في محاولة لإنقاذ الهدنة التي أضعفتها العديد من الهجمات كما ينوي تطبيق بنود أخرى من الاتفاقية المبرمة في السويد قال كاميرت في الاجتماع لا يمكننا حل مشكلتكم بدلا منكم عليكم أن تفعلوا ذلك بأنفسكم وهذا يعني أننا سنجلس وسوف نتحدث وسنتغلب على العقبات وسنمضي قدما وأضاف من المهم للغاية أن يحترم الجانبان وقف إطلاق النار ويتوقفان عن نوم الطرف الآخر لانتهاكه تقول الصحيفة أنه بالإضافة إلى تعزيز وقف إطلاق النار يتوجب على كبير مراقبي الأمم المتحدة أن يناقش مع الجانبين انسحاب المقاتلين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في نفس المحافظة إضاءات في العلاقات الدولية تحت هذا الانوان كتب مصعب الألوسي مقاله في العرب الجديد مضيفا أخذت السياسة الحيزة الأكبر من اهتمام المواطن العربي منذ نشأة الدولة العربية الحديثة بسبب الأحداث العديدة والمهولة التي شهدها الشرق الأوسط فمنذ الحرب العالمية الأولى والانتدابين البريطاني والفرنسي والحرب العراقية الإيرانية ثم الربيع العربي كانت السياسة الشغل الشاغل للشارع العربي لأنها تؤثر مباشرة على حياة المواطن الذي قل ما شهد استقرارا ونموا مضطردين منذ نحو قرن لكن الاهتمام بالسياسة لا يؤدي بالضرورة إلى فهم السياسة فالتحليل السياسي في العالم العربي تشوبه العاطفة لا التحليل المجرد من الانحيازات الفكرية وتطغى عليه أدليوجيا الأحزاب السياسية للبراغماتية التي تستمد للسنتاجات من الواقع ولذلك عادة ما يبدأ النقاش بنفذ الرأي الآخر وينتهي بعادة تدوير نظرية المؤامرة ولك يتسنى للأمة العربية النهوض ونفض غبار الرجعية من الضروري إضفاء نظرة أكثر واقعية للسياسة الدولية والتي تأسست على مرحلة العمل نحو تطوير الدولة والمواطن من الخليج إلى المحيط وينسب مؤرخون عديدون نشأة الدولة القومية بعد صلح وستيفيليا في عام 1648 ميلادية وأسست تلك الحقبة تنافسات مستعرة ما بين الدول الأوروبية في قارتهم وخارجها لمصالح تتوافق في بعض الأحيان وتتقاطع في أغلبها الدولة الحديثة في العالم العربي حديثة العهد مع بعض الاستثناءات معظم أنظمتها دكتاتورية أي أن مهمتها الأساسية الحفاظ على الحكم بدل تغليب مصلحة الشعب فيضاف إلى ذلك أن مجتمعات عربية عديدة منقسمة على نفسها بين طوائف وآدلوجيات مختلفة ولذلك تتشوش نظرة المواطن العربي للسياسة الخارجية ما بين سياسات الدول الغربية ذات الواقعي الحاد وقصر نظر السياسات الخارجية للدول العربية الارتفاع الجنوني في أسعار إجارات الشقق في مدينة مأرب وصل إلى الصحافة العربية حيث عنونات صحيفة الحياة اللندنية اليمن محافظ مأرب يحدد إجارات الشقق السكنية والمحال التجارية وصفت الصحيفة القرار أنه الأول من نوعه في اليمن حيث حدد محافظ مأرب سلطان العرادة إجارات السوق السكنية والمحال التجارية في محاولة لوضع حد لمغالاة مالكيها في تحديد الإجارات في المحافظة والتي جذبت مئات الآلاف اليمنيين من النازحين من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية القرار ألزم مالكي العقارات والعملين في المجال العقاري باعتماد 25% للرفع كحد أقصى للإجارات السكنية على إجارات عام 2014 و50% كحد أقصى للمحال التجارية على إجارات العام ذاته كما منع منعاً باتاً التأجير بالعملات الأجنبية أو إخراج الساكنين ومزاولين نشاط التجاري قبل عام 2014 لغرض المزايدة واستغلال الظرف الحالي وشهدت مأرب ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار إجارات العقارات والأراضي في ظل زيادة الطلب ونشاط البناء إذ وصل الإيجار الشهري لشقة سكنية صغيرة إلى 150 ألف ريال والمحل التجاري الصغير إلى 200 ألف ريال صور متنوعة ساحرة نشرتها صحيفة أدلي تيليغراف نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم نتابعاً ترجمة نانسي قنقر وماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال الرسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف نتابع ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختم حلقة هذا اليوم شكراً على المتابعة إلى اللقاء شكراً على المتابعة